نروح لكس العالم للأندية نروح بقى لكس العالم للأندية بص مبدأين كده مباراة التحاجة ده اللي قال يلعبها و اكتسح فيها كل حاجة و كسب تلاتة دي كانت مباراة في الأصل صعبة الاهل يكسب مباراة صعبة بأداء لعبته و بأداءهم الرائع و اجتهدهم و روحهم و حمسهم تمام يعني الاهل يكسب فريق كبير علشان ايه علشان كانوا بيلعبوا برجولة وبتركيز شديد جدا مكتش مباراة صعبة وبالتالي احب اعرفك واقول لك عشان بس في بعض الناس بيقولوا كلام غير اللي هنقوله دوت بس بأكد لك مليون في المية ان فريق في لومنينزي البرازيلي فريق كبير واقوى من فريق اتحاد جدا فريق صعب جدا جدا هتقول لي ده معناه يعني الاهل مش هيكسب هقولك لأ محتاج الاهل بس يلعب زي ما لعب قدام الاتحاد بالتركيز وبالكوة بالحماس اللعب بيه كل اللاعبين فيه الناس يقول لك اصلا مش عارف في السابع في الدول البرازيلي اصلا ده مش فريق كبير اصلا ده تاريخه مش عظيم اصلا ده مش عارف ايه ده كلام فارغ الفرقة دي جمدة الفرقة دي جمدة تعال اقول لك شوية معلومات عنها واحكلمك شوية عن مدربهم كمان بعد شوية عشتها في المدربهم دوت حاجة اختراع يعني تعال نشوف وانا بقلق من اي فرقة مدربها كبير ما يفريش معاي اللعب اوعد المدرب يشارك فريق فلومانينسي في مونديال عندها بصفته بطل امريكا الجنوبية بعد التتويق بكوبا لبرتادوريس على حساب فريق بوكا جونيورز الارجنتين ده واحد من اكبر واعظم فرق امريكا الجنوبية والارجنتين طبعا بنتيجة 2-1 في نوفمبر الماضي طوجة بالدول البرازيلي اربع مرات اخرهم من نسخة 2012 فيما طوجة بلقب كوبا لبرتادوريس مرة وحيدة الاخيرة دي في 2023 انهى الدول البرازيلي في المركز السابع بعدما خاض 38 لقاء فاز في 16 وتعادل في 8 وخسر في 14 وسجل 51 وستقبل 47 حقق الفوز في 3 مباريات وخسر في المباراتين من اخر 5 لقاءات خاضها بمختلف المسابقات قبل مواجهة النادي الالم اه تعالى بقى عند ايه فرناندو دينيز فرناندو دينيز ده حكاية حكاية هقولوك شوية معلومات عنه بعد كده هكلمكم عنه شوية مواجهة 27 مارس 1974 يعني عن 49 سنة قاد العديد من الاندية البرازيليا الكبرى خلال مسيرة التدريبية ابرز تلجى الاندية طبعا سوبولو وسانتوس نهاية الى فلومينينسي حصد بطولة واحدة فقط في مسيرة التدريبية توجه بكوبة لبرتدوريس مع فلومينينسي 2023 وهي البطولة التي قادت فريقه للتاهل الى كأس العالم الاندية وفي يوليو 2023 اعلن الاتحاد البرازيلي لكلة القدم تعينه مدربا مؤقتا للمنتخب البرازيلي خلفا لتيتي مع استمرار عمله بشكل طبيعي مع فلومينينسي وذلك لحين تعاقد البرازيلي مع مدير فني دائم قادة المدر فريق فلومينينسي في 113 لقاء حقق الفوز في 62 وتعادل في 22 وخسر في 29 وسجل فريقه معه 197 هدف واستقبل 116 قادة منتخب البرازيلي في 6 مباريات حقق الفوز في 22 وتعادل في لقاء وخسر في 3 وسجل 8 اهداف واستقبل 7 اهداف طيب ليه بقولك ان المدرب ده حكاية عنده قصة عنده رواية محتاج تركز معاه شوية ومرة اخرى بقولك ايه الفرق اللي عندها مدرب جامد تقلق منها اكتر من اللي عندها العيبة جامد هو كده كده فلومينينسي عنده العيبة جامد بس هكلمك على العيبة بعد شوية طيب